بالطبع ليس هناك أروع من مشهد رضيع نائم لكن أحيانا نسأل أنفسنا هل يحلم الطفل الرضيع؟ وفقا لما قاله أطباء نفسيون فإن الأحلام تعتمد بشكل كبير على مجموعة من الخبرات المخزونة في عقلنا الباطن ولأن الرضع لديهم خبرات قليلة جدا خلال يومهم ربما لا يحلمون بشيء على الإطلاق وحتى إذا افترضنا أنهم يحلمون خلال نومهم ربما تكون أحلامهم صامتة لأنهم لا يعرفون الكلام ولا اللغة أو يحلمون بوجوه أبويهم أو بالأكل وبعض أشكال الألعاب ويضيف الأطباء أنه عندما يبدأ الأطفال في تنمية قدرتهم على معرفة المكان والأشخاص والأشياء عند حوالي سن الثالثة ربما حينها يمكننا أن نقول أنهم يحلمون ولكن يعتقد أن تلك الأحلام تظل بسيطة جدا حتى سن السابعة وجدير بالذكر أن علماء الأعصاب يعتبرون النوم عند الأطفال يخدم غرضا مختلفا تماما عن الكبار حيث أن النوم بالنسبة لهم أيضا وسيلة لبناء المسارات العصبية والتي تساعدهم على تطوير اللغة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر